اغري فوكوس اغري فوكوس اغري فوكوس كما قلنا التركيز اليوم اه انيس على موسم الزيتين الدمور والقوارث اه بشو بشو نصور بالوحدة بالوحدة نمشي بالوحدة بالوحدة مقبل خنناعملوا السؤال العام اه دي فتنا مادام درصاف بن احمد كهيت مدير الغلال الندارة العامة للإنتاج الفلاحي مادام درصاف نحب بيك مرة اخرى نمشي مباشرة للسؤال الامتار الأخرى اللي صبت في الاسبع الفارقة في ديسمبر وجانفي اه كيفاش كان الاثررت متاحها بالنسبة للقطاع الفي لاحب سيفا عامه خاصة الرجل المثمر بالنسبة للرجل المثمرها وتعرف انتي خصو خطو الغيراسيات البعليا اللي كانت تأثرت بالشح المائي وبالتغيرات المناخية خاصة القطاع اللوز بنسبة وقطاع الزيتون بسكو جول الغيراسيات بتانا هي غيراسيات بعلية تأثرت برشا بالشح المائي وتقصد بندرة الامتار لكن الأمطار الأخيرة أعطت انتعاشها وزيد حسنة شوية في النمو الخضري للغيرسات هذية وممكن أكثر أنه تعاوننا عنه أنه عام الجاي يكون عنا غيرسات أكثر معناها تأقلم وأكثر معناها انتعاشها باعتبار أنه هذي إن شاء الله الأمطار هذية اللي جيت واللي جاية زيدت حسن في النمو متاحها كذلك ممكن أعطاها انتعاشها بسبب القوارس واللي تعرف اللي احنا الأحجام متاعنا كانت سناجلها هي أحجام صغيرة ومتوسطة ممكن بالنسبة للمالتي فما تحسن شوية في هالأحجام هذية باعتبار الأمطار المسجلة الأخيرة باي خلين ما دم حاليتنا البيب هكا خليني ناخذوهم بالقطاع بالقطاع خلين نبدو بالزيتين مدام دور صافل كانت ذكرنا تقديرات الانتاج قديش بالنسبة للموسم 2023-2024 ووين خلطنا في الجاني وغيره إلى حد الآن تم تقدير انتاج الزيتون الزيتون الزيت بالنسبة للموسم هذا ما بين واحد فاصفر خمسة مليون طن وواحد فاصل واحد مليون طن واللي هو مشي يوفرنا ما يعادل عن ميتين وعشرة إلى ميتين وعشرين ألف طن من الزيت باعتبار انو عشرين بالمية هي الكمية اللي تم تحويلها باعتبار انو عشرين بالمية من الانتاج متاعنا هو بالاعتبار انو زيتون متاعنا ان فعاك ولا ان كونديشوني هو مهم برشا انو احنا نزيدون نتمركزوا على الأسواق متاعنا وعلى المستوى الداخلي والخارجي تعرفوا الانتاج متاعنا هو متأتي بالاساس من جهات الوسط وكذلك الجنوب بالوسط الغربي 35% من الصابة متاعنا هي متأتية من الوسط الغربي خاصة من ولايتها القيروان وسيدي بوزيد وتاليها كذلك الجنوب 25% من الشمال هي الصابة متاعنا متأتية ما ساهمت بـ 23% و17% هي متأتية بالساحل اللي تضرر شوية من التغيرات المناخية ومن الشرح المائي الانتاج متاعنا انطلقت عملية الجنية اللي هي انطلقت في شهر اكتوبر ببعض الولايات خاصة بالجنوب من بعد تمتد الى الساحل ومن بعد الى الشمال في شهر نوفمبر ولحد الان تم بلغت عملية الجنية ما يقارب 85% منها و92% منها هي في الشمال وبيل الجنوب 95% وصلت عملية الجنية بنسبة للساحل ومازالت نتواصلة بالوسط الغربي اللي بلغت 71% الى حد 25 جن في 2024 بنسبة الكميات اللي تم تحويلها ما يقارب عن 700 الف طن تم تحويلها الى غاية هذه النفس التاريخ وهذا تم تحويله من قبل ما يقارب عن 836 معصرة من جملة 1625 معصرة موجودة في الزيت الزيتون وبالنسبة للتصدير قادش خلطنا بالنسبة للموسم نعرف الموسم احنا بتاع تصدير الزيتين يبدأ واحد نوفامر قادش خلطنا الى حد الان الى موفى شهر ديسمبر تم تصدير ما يقارب 39144 طن من الزيت الزيتون بقيمة 986 مليون دينار كما تعرفنا جل التصدير متاعنا الى حد الان هو سائب بلغت الكمية من الزيت الزيتون اللي تم تصديرها 35044 طن من زيت الزيتون السائب بقيمة 876 مليون دينار و4100 طن من زيت الزيتون معلم بقيمة 110 مليون دينار واحنا نعمل في وزارة الفلاحة على مزيد تطوير صديرات متاعنا خاصة بالاعتاق مضاف المنتوج بالتعليب وكذلك زادة باللابيلزازشون بيولوجيك ولي عنده تسمية مطل الاصر وهذا يتم العمل عليهم مزيد تمركز زيت الزيتون التنسية بالسواق الخارجية يعني انتك صحة خللي نزيد معلومة انا مدام احنا في التثمين كما تقول انت عمنا بل كانت ترقام قياسية سواه في الموسم الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين بالنسبة الزيت الزيتون على خطر صدرنا بمقيمة 3.4 مليار دينار واذا ناخده السنة الادارية سنة الفين وتلاته عشرين حسب ارقام المرصد الوطني الفلاح نرقاه اللي في زيت الزيتون في الفين وتلاته وعشرين مثل اثنين وخمسين فاصل واحد في المياه من الصديرات الرضاية بتاع بلادنا صدرنا بالتحديد ميتين وواحد فاصل واحد الف طن تراجع بخمسة فاصل اربعة في المياه على سنت الفين واثين وعشرين وبقيمة زادة قياسية اللي هي مداخيل قياسية تليثة مليارات وثمانية مئة واثناش فاصل تسعة مليون دينار بزيادة باثنينة وخمسين فاصل أربعة في المئة. أرقام كبيرة قاعدة حقق فيها زيت الزيتون حاجة باهية ونشوفه لوزارة الفلاحة قاعدة دعم في الانتاج وفي التوجه في الشباب وغير الشباب يشبشيوا أكثر زيت للزيتين وحتى بعض غيرها صايتة الأخرى وزيدة تشجع على الاستهلاك شفنا المبادرة متاع الزيتي اللي بخمسة عشر دينار هنا يجوز ملاحظة نحل القوس ونسكره وانشاء الله توصل للسيد وزير الفلاحة ملاحظة هذه نشوفه يوميا من سبعة ونص متاع الصباح ثمانية ونص ثمانية غير البوع متاع الصباح صف كبير قدام نقطة البيع من المنجش إلى المسالك النقطة متاع دينار الأراضي الدولية اللي موجودة في شارع على السفاري اللي قريبة من وزارة الفلاحة بكل لطف منظر ومظهر غير لايق نشوفه كالصف الكبير كل نهار نعرف الوزارة باش مسؤول عليها ما ماذا بينا تدخل خل نقص منه نفس وجوه كنها وجيه يشريه كنها رحت حتى مسؤول خالي الزيت معبول باشي مشي لعباد معناها فيه يتمكن ماشي قاعدة تشري الزيت بعشرين باثنين وعشرين بخمسة وعشرين دينار عملنا بخمسة عشرين دينار خالي مشي تناخذ فيه لبليبي نلقى السيد فيه مع حنوط لبليبي حاطت تزيت هذيك بخمسة عشر دينار مناهج يستقوص هذي حليته اما المظهر هذيك ماذا بينا نبعد عليها حتى مواطنيك الناس موفينا ماذا بينا نقص من هالسفوف الزيتة اللي ما تعطي كان فكرة خايبة للاستهلاك وعلى الانتاج التونس وعلى كل شيء دونك ماذا بينا نحبه الزيت ونحبه استهلاك الزيت ونحبه الحاجة تكون بصوب مرفق لكن هالسفوف هذي راي ماش حلو هو البرنامج هذي مازال متواصل ممكن انه ما يزمش يكون فما لهفة من قبل المواطنين نعرفه اللي مازال البرنامج متواصل حتى الى شهر رمضان وبالتالي سيتم ديما ضخ كميات ولا يجب انه يكون هذا معناها موجود انه اللهفة هذية مش عنديش معنى ولزمها تكون فما تروي ويعرف المواطن انه هو متوفر زيت زيتون قد تربيه دونك ماش لازم هاللهفة هذية نعطيك صح يظلم الزيتون نجم ونمشي وتوه للتمور وزاد قطاع مهم برشة وحركية كبيرة يعملها في عدة مناطق وعدة ولايات مجمورية تونسية ورقام كبيرة سواء للانتاج والا للتصدير معاك مدام دور صاف لكن تعطينا اكثر تفاصيل ما قلت انت الاهمية الاقتصادية لقطاعي زيت زيتون وممكن نحن نزيد مؤشر حتى نرجع لك زيتون انه من نسبة الموسم الفارض انه ما ساهم قطاع الزيتون بسبعة وربعمية من صاديرات الفلاحية وكذلك 51% من الصاديرات الغذائية بالنسبة زي للقطاع الاستراتيجي الثاني واللي نقول عليه هو التمور هو ساهم بنسبة 10% من قيمة الجملية للصاديرات الفلاحية بالنسبة للموسم الفارض وبالتالي هو قطاع استراتيجي وتصديري بالاساس تنشط فيه العديد من المؤسسات ما يقارب عن 83 سوق احنا متمركزين فيها كيما قال سيدانيس انه احنا الانتاج متاعنا سنشاهد ارتفاع وقدرة صابة سناب بتلاثمية وتسعين الف طن زيادة عن الموسم الفارض ما يقارب عن 14.4% وتعرفوا لي احنا صنف المركزي بيه تونس هو صنف دقلة نور ما يقارب عن 328 الف طن من صنف دقلة نور تم انتاجه بزيادة 15% بالنسبة لعملية التصدير هي عملية انطلقت منذ شهر اكتوبر وبلغت تصاديرات متاعنا الى غاية 18 جنف في 2024 ما يقارب عن 57.6 الف طن بقيمة 387 مليون دينار مقابل 56.7 الف طن في الموسم الفارض بقيمة 356.5 مليون دينار وهذا يقولو على النجم ويقولو فمزيادة بنسبة واحد بالمية بنسبة للانتاج بنسبة لتل وثمانية بالمية بنسبة لقيمة تصاديرات متاعنا وكيما قلنا انو العديد من الاسواق متوجده فيها تونس خاصة سوق الاوروبية اللي اخذت معي الى حد الان 21 الف طن في السوق الاوروبية تم ترويجها 15 الف طن تم ترويجها الى السوق الاسيوية و12 الف طن اللي هي تم ترويجها الى الشمال افريقيا وخاصة نعرفو انو المغرب هي المستورد الاول بالنسبة لشمال افريقيا من تمر التونسية ارقام مهمة برشا وحاجة به اللحظة سناء حتى الاسعار بالنسبة للتونسي خطر احنا نحكيه بتاو ساعة يلومونة قولنا نتركزوا برشا تحكيونا على التصدير عاتيني هنا المستهلك التونسي بالنسبة لتمر سناء يظلي السوية مو يظلي مرخوفة شوية على عامنا بالحق انو سناء احنا عملنا على العديد من الاجراءات واللي هو سعر مرجعي اللي تم اقراره واللي هو ممكن سين في امبو تعديل هاكا شوية الاسعار وكذلك زي التظاهرات اللي اتعملت اللي على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي اللي مزيد تقريب هالمنتوج هذا من المواطن وتوى نجم نقوله منطلاقا من واحد فيفري لعشرة فيفري بشي تم احداث فضاء البيع من المنتج المستهلك بولاية السفاقس وعلى غيرار ذلك بشي تم زيدة في شهر رمضان احداث نفس التظاهرة بيحبي بورقيبة واللي هي عامنا والزيدة تم احداثها واللي اعطات اكثر نجاعة واللي ممكن قربت المنتوج الى المستهلك من غير هالوسطة وممكن المنتوج بتاعنا يكون باسعار مقبولة باش ننطلقوا في موسم في شهر رمضان وتعرفوا لي احنا التوينس الكل تكثر كيف زاد التظاهرات على المستوى الدولي ويشارك فيها المجمع المهني المشتورة كل التمور شارك في ماليزيا في شهر سبتمبر وشارك كذلك في اكتابر بقطر وكذلك سيشارك حاليا بفروط لوجستيكا بالمانيا من سبعة الى تسعة فيفري لمزيد تعريف بالتمور التونسية في الاسواق الخارجية وخاصة بالالمانيا اللي تعرف لي هي تطلب سرتيكا بيولوجيك بيوديناميك واللي هو المنتوج متاعنا يتوفر فيها المواطعيات هذي الكل حاجة بيها بالنسبة للتمر ونعرف احنا توا ما اقتراب شهر رمضان لسبيع من 3-4 سابيع قبل وهو حتى النارقام تطلع بالنسبة للتصدير والحاجة بيها التظاهرات هذي اللي تقع على النتاق المحلي حاجة بيها قلت سفيقس وتونس جارة تمشي اكتر البلايات الكل خاطر يمكن ماذا بينا المنتوجات تمتاعنا الكل خاطر ااا توا الزيت نلقاهو من الشمال للجنوب اما التمر نلقاهو في لويات معينة ماذا بينا حتى كي نعلم تكون في اكتر ممكن ولايات ونفس الشي بالنسبة للقوارس وبالنسبة لمنتوجات القرى خلنا نعطيك بعض الارقام عمناول ااا بالنسبة للتمور صدرت بلادنا كل عمناول ااا معناها السنة المالية اا من جامبي حتىش الديسامبر في 23 صدرت بلادنا 129.9 الف طن بما قيمته 794.2 مليون دينار رقامة كبيرة قلنا احنا ازيت 3.8 مليار دينار التمور جي بعدها 794 مليون عمناول دينار اا منتوجات سيد البحري عمناول صدرنا 32.2 الف طن اا في سنة 2023 بما قيمته 685.7 مليون دينار جيس خطر العبيد ساعتي تسيل وانهو اكثر الواحدة مش يبيلهم القوارس ولا في بيلهم يعرفوا الزيت الزيت في جورة التمور ومبعد المنتوجات سيد بحري فما تماطم فما عدد المنتوجات اخرى وباعدنا نرقاوا القوارس اللي هي في تراجع كبير اا قبل ما نرشل هالتراجع هذي اللي اش راجع اا تراجع في التصدير ليس في تراجع الانتاج الانتاج تراجع عمناول بالنسبة لسنة صح ها مش نعطيك خلنعطيك سويل ونحن لك المقدمة وانتي عطينا الارقام كما تحبوا تحاليل اا بالنسبة لسنة كيفاش كانت موسم القوارس حكيت ايتم بكري قلت الجفاف واثر برشة على الكليبر من الحجم بتاع القوارس لكن الحمد لله باللمطار الاخر خاصة المالتي اللي بدي فيه جامبي اا تحسن بصفة عامة بالنسبة لقوارس وين خلطنا حد الان بالنسبة للموسم هذين بالنسبة لانتاج الموسم هذين هو في زيادة وتم تسجيل ما يقارب عن انتاج ثلاثمية وخمسة وستين الف طون انتاج القوارس ومقارنا تنبي موسم الموسم الفارط اللي هو زيادة بالنسبة لستة عشرين بالمemia واللي هاي زيادة متأتية من الأصناف الكل صنف المالتي زيادة بستة عشرين بالم Track زيادة تراجع وسنافة ما انتاج اللي هو تحسن بالقداية واللي هو تزاد بنسبة ثمانية وتلاثين بالمياه. تعرفوا اللي هو الشح المائي اثر وانتاج القوارس هي من الغراسات اللي هي تستهلك برشة آآ مياه. وتعرف اللي احنا كما قلنا الاحجام بنسبة لسناك كانت احجام متوسطة الى احجام ما صغيرة واللي هي متوجدة برضي خاصة بنسبة لسلف المالتي. لكن الامطار الاخيرة حسنة شوية الوضعية وكان تدجو تحسن بالنسبة لهذا الصنف. انطلقنا في عملية الجنية في منتصف شهر اكتوبر ولحد الان بلغت نسبة الجنية ما يقارب عن سبعة وتلاثين بالمياه. خمسة وسبعين بالمياه توم تقدمه بنسبة لكليمانتين. خمسة وربعين بالمياه لصنف النادفيل. خمستاش بالمياه بنسبة لصفة المالتي. وستخمستاش بالمياه بنسبة المدالينة. تلاثين بالمياه بنسبة لليمون. وستة وعشرين بالمياه بنسبة لصنف المسكي. والي هو صنف قاعد يمشي ويتقلص الانتاج ممتاعه وما لغز ما. واللي احنا ما زلنا نحبه نعمله على انه يزيد تطوير ممتاعه. آآ باعتبار انه فما الاماهاتنا ما يحبه كان البرقدان الاحلوه. ما يحبوش البرقدان القارس. وبالتالي لازمنا نحافظ عليه. والاحنا نعمله على انه ممكن في الغرسات في تشبيب الغرسات. كيف نحافظه على صنف المالتي. اللي هو معروف على المستوى العالمي. كيف كيف زي نحافظه على بعض الأصناف اللي موجودة وممكن احنا نراه فيها شوية تراجع. بالنسبة لعمليات الترويج اللي احنا قلنا فما الترويج على المستوى الداخلي بتتعرف القوارس هي ما يقارب عن ستة ثمانية شهور هو تونسي في القوارس في شهر رمضان هذي بشيكون عنده القوارس شوية تفاح متواجد على مستوى العام الكله عبارة على انه هذي احنا نقوله هو الماكلة والغلة متاع التونسي قبل ما يكون للتصدير. كيف كيف قلنا فما بعض الحملات الترويجية اللي قام بها المجمع المياني مشترك للغيلال خاصة انه نعمل حملة خاصة بالنسبة للترويج الكليمانتين واللي دامت من 25 الى 30 ديسمبر وتم تقديم فيها المنتوج بسعر تفاضلي اقل من 20 الى 30 بالمئة واحنا نقوله جيت الفترة هذي فترة بتاع غريب وفترة بتاع كوفيد وممكن نقص علينا برشة امراض وبرشة انه تونسي هيكلوا لا فيتامين سي وقتها باعتبار انه الاسعار كانت معقولة واللي هي في متناول كل اه التوانسة كيف كيف زادة فما حملة ترويجية على المستوى الداخلي واللي هي مش تبدأ من واحد فيفري الى اربع فيفري بالحمامات واللي هي مش تتزامن مع العطلة المدرسية وهذا يكون تقريب الى المواطن التونسي المنتوج التونسي خاصة القوارس بسعر تفاضلي واللي هو من المنتج المستهلك من غير وسط مبينات هذوم وكذلك زادة تم العمل على فتح نقطة البيع منتج مستهلك بحي المهرجين واللي هي التابعة المجمع عني يهاني مشترك للغيلال بالنسبة للتصدير كما قلت سياني سنو فما تراجعوا خاصة الحملة الترويجية اللي سارت بالنسبة العمناول خاصة انه رواسب المدبيدات وحكينا عليها برشة وسناء تم العمل عليها من قبل المجمع عني يهاني مشترك للغيلال ووزارة الفلاحة من خلال في زيت الزيتون التونسي أسبوع الفارت رينيه والعباد تهبت عليها رو ما تصدقوش كل شي تراو فيسبوك ما تراوش رو فهم عباد ما نعرش نيل غاية متاحة تظرف المنتوج التونسي وزيت الزيتون وغير زيت الزيتون راو حتى كي تصدر يتصدر عنا مقاييس متاعنا احنا في تونس ومفهم مقاييس دولية حتى التصدير متاعنا المواد متاعنا كلها بريقلة شوفنا السيدين تقد في الزيوت متاعنا في تونس عنا اكثر من متين شركة تصدر شوفنا قديش مدخيل عمنا 3.8 مليار دينار رقم كبير برشا نجيو ونضربوها هكا ما تصدقوش ليتقال وراء وحتى الديوانزي تتحرك وخرج بلاغ وراء مناحة كيفاش تقع التحليل طريقة التحليل وفهموا خبراء كمدام غرس الليوي وغيرها من البحثين اللي خرجوا برشا مناحة مناحة برشا مكاتيب خرجوها باش يفسروا الطريقة متاع التحليل وغيرها دونك قوس حليتوا ونسكروا راءوا برش عباد للأسف تضرب في المنتوج التونسي سوى من دول أخرى ولا حتى من داخل دونك ردوا بيننا ونسمي بسم الله ناكلوا منتوجنا ما ننصدقوش كل شي سمحني قصيت تعليقها ما حبيش فلق فرصة لا مهم جدا خطر احنا اذا كان احنا نروجو المنتوجات ناو نحاولوش نمركزوهم على الأسفاق خارجية ما زمناش نروجو كل ما نسمعوه احنا ديما عام وزارة الفلاح هتقوم عملية تصحيح اذا كان فهمة اي حاجة اللي هي تجم تضرب المنتوج التونسي خاصة النوضجة الفلاحية متاعنا كما قلنا عملية التصدير هي انطلقت منذ 10 اكتوبر وفي حين انو انطلق موسم تصدير المالتي معا 13 نجام في 2024 وهذا ممكن فيه شوية تأخير اللي نعرفو فيه سنة مع تغييرات المناخية فهمت تأخير شوية في مؤشرات النوضج خاصة بنسبة العصير والحموضة وتعرفو احنا شفنا انو فترة اللي هي ما بردش فيها الدنيا وبالتالي الحموضة والنسبة السكر ما طلعتش في المنتوج متى هنا وبالتالي انطلقت عملية الترويج للمالتي على المستوى الاسواق الخارجية منذ 13 نجام فيه وبلغت الكميات الى غاية 29 نجام فيه ما يقارب عن 2191 طن منها 2191 طن هي من صنف المالتي وانتي تعرف السوق المهمة هي السوق الفرنسية اللي هي تستقطب الكميات الاكبر من هالبركدين هيدا اللي عنده صيغة معناه نقوله محبذة بالنسبة لي هو وكذلك سيدا عنده خصوصية في النكرة متاعه وكانت القيمة بتاع صديراتنا الى حد الان ما يقارب عن 8485 مليون دينار مقابل 3407 مليون دينار وبقيمة جملة ما يقارب عن 11620 في نفس الفترة من الموسم الفارض وذي نقوله فما تراجع بالنسبة للموسم الفارض لأن العملية هذه كأثرت برشة على عملية ترويج القوارس ونقوله سناء الانيسياتيف اللي اخذها المجمع المياه المشترك للغلال وكذلك الاتحاد الفلاحي بنابل واللي هو حملة كبيرة عملت من قبل إدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية واللي هي خليتنا احنا نخدمه اريحية واخذينا عينات تم تحليلها من قبل قبل ما تصير عملية الترويج متاعنا والتصدير بش نضمنه انه هالعملية هذه تكون على احسن ما يوراو وما يصيرش هالعملية هذية تتعودش سناء وتم زداء اقرار انه ابرام اتفاقيتين مع المركز مع المخبر المركزي لتحاليل والتجارب ومخبر زداء خاص لقيام اكبر عدد ممكن من التحاليل المخبرية لتطبيق زداء زداء كذلك هالبروتوكول هيدا والتأكد من انه المنتوج متاعنا خالي من رواسب المبيدات كسوسوا على المستوى الداخلي كذلك زداء على مستوى الخارج يعطيك صحة مضام درسات في النحو متكنت حاضرة معانا في فاقرتين مهمين اليوم اللي هما اقري فوكيوس اللي منا حكينا على تقدم مواسم تعجار مصمرة زكيمة زيتين وتم القوارس زداء في اقري بورتري رجعتنا ولخصتنا اليوم الاعلامي اللي عملت وزارة فلاحة الاربعة اللي فاتت حول الشركات اللي هلية في قطاع الفلاحي والضيفنا الولاني في الحصة كان في سبوار اقريكول سين منجي المالكي اللي هو مدير مدرسة العليا فلاحة بالكيف ينعطانا الفكرة على المؤسسة التعليمية التعليم عالي فلاحي هذية وان شاء الله نواصل في السابع القادمة جولاتنا في المواسم الفلاحية وكذلك في الربوع منتاع تونس وفي البحث العلمي الفلاحي شكرا لك شكرا كل ديوفنا شكرا لك مدام مدرساف اللي كنت موجودة معنا شكرا كيف كيف منجي مالكي مدير المدرسة العليا للفلاح